لم يلفت شراء شاينز فيتال ماتيريالز معادن نادرة في 2020 امتباه أحد الأمر لم يعد كذلك الآن فهي تهيمن على المعادن وباتت فيتال تحدياً لأمريكا وأوروبا إنه يأتي في وقت تندفع أمريكا وأوروبا لتأمين الإمدادات لصناعاتها بالطاقة المتجددة فيتال نفسها تمتلك الحصة الأكبر من أسواق السيلينيوم والتيليريوم والإينديوم والبزموت وتحكم قبضتها على الليثيوم والكوبالت بإنتاج ما يصل إلى 60% من الإنتاج العالمي إنهما معدنان يستخدمان في بطاريات السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والتوربينات الرياحي وغيرها الاتحاد الأوروبي نفسه أكد أن الصين تكرر 94% من الغاليوم قلق أمريكا وأوروبا ازداد بعد قيود فرضتها بكين على تصدير الغاليوم والجرمانيوم فيتال توظف أكثر من 6000 شخص في 16 مصنعا في الصين ومرافق أخرى خارجية لقد بلغت إراداتها 2.3 مليار دولار في العام 2022